ينهي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون جولة في الدول التي يتفش فيها مرض إيبولا في غرب إفريقيا. المسؤول الأممي زار أمس مركزا لمكافحة الوباء في أطراف عاصمة سيرليون فريتاون. وأكد التزام الأسرة الدولية بالعمل على تطويق الوباء والمساعدة بتزويد الدول بالأجهزة الصحية. محطته السابقة كانت في ليبيريا، البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بسبب الفيروس حتى الآن. ويزور بانكيمون اليوم عاصمة تاغينيا كوناكري. مطار العاصمة كان قد شهد الخميس حريقا لم يعرف سببه في مستودع لمعدات لمكافحة إيبولا. الجولة الإفريقية تختتم في مالي، التي لم تسجل حالة إصابات في الأسابيع الأخيرة. منذ اندلاع وباء إيبولا، وصل عدد الإصابات المعروفة إلى 18 ألف شخص غالبياتهم الصحقة في دول غرب إفريقيا. كما بلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب إيبولا إلى سبعة ألاف مريض، أي ما يعادل ثلث الإصابات. ترجمة نانسي قنقر